وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الحسين في مثل هذا اليوم قبل ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانين عاما رحل ترجل من جواده في عصر هذا اليوم ذهب إلى ربه نقيا طاهرا رضيا مرضيا فهل ترك لنا ولكم رسالة؟ ما هي رسالتكم للحسين؟ عادة المؤمنون في محرم وصفر يعلنون عن رسالتهم للحسين يقولون لبيك يا حسين تخرجون في عزائه تشاركون في شعائره وفي هذا اليوم اشترك ثلاثة آلاف في عزاء ركضة الطواريج ثلاثة آلاف من البشر ثلاثة آلاف ألف ثلاثة ملايين من البشر اشتركوا في ركضة الطواريج في هذا الحر الشديد ومع العطش ومع التعب ومع المشاركة في ليلة عاشراء وفي صباح عاشراء في مختلف أنواع الشعائر مع ذلك ثلاثة ملايين اشتركوا في عزاء طواريج كلامهم الأصلي لبيك يا حسين أنت وقفت عشر مرات في صحرائك ربلاء وناديت هل من ناصر هل من معين لبيك يا أبو عبد الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاتتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك سمعي وبصري وقلبي نحن استجابته دعاء إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم كما أن عائلة إبراهيم وهي زوجته هاجر وابنه إسماعيل تركهم في صحراء لا زرع فيها ولا ضرع عند بيتك المحرم ربنا لو يقيموا الصلاة والطلبة أن قلوب المؤمنين تهفوا إليهم لم يقل إليها مو هاي الأرض مو الكعبة إنما إلى أولياء الله ثم إن الله عز وجل استجاب لدعائه وهذه الملايين تذهبوا كل عام إلى بيت الله الحرام كذلك الحسين الذي كان وحيدا في كربلاء يعني يوم اللي تروح تزور الإمام الحسين تصور أنت قبل 1385 عام من هنا الحسين وحده وحده في نهاية حياته 30 ألف من الأعداء الذين كانت قلوبهم مليئة بالحقد على جده نقتلك بغضا منا لأبيك شوف الحقد يوم اللي يتحول إلى يدين ورجلين وإلى عمل وموقف ما الذي يعمل خاصة من لا يخاف الله حينما لا يخاف الله من لا يخاف الله من العقاب شخص فإن أحقاده هي التي تملي عليه يعني كل خطوة من خطوات إمام الحسين تبين حبه لله وكل خطوة من خطوات أعدائه تبين بغضهم لرسول الله ومن ثم لله الذي نصر عبده وأعز جنده الحسين قتل في مثل هذا اليوم وحيدا فريدا لكن في كل عام يزداد الذين يلتفون حول الإمام الحسين وينادون لبيك يا حسين هذه الآية المباركة التي تلوتها عليكم فيها نقطة جدا ضريفة ومهمة الله لا يقول أنا أعرض على المؤمنين صفقة صفقة تعالوا بيعوا أنفسكم وأموالكم إلي أنا أعطيكم الجنة لا يتكلم بصيغة الماضي إن الله اشترى من المؤمنين أي مؤمن لابد أن يبيع نفسه وماله لله الله اشترى صفقة تمت هذه ليست صفقة تعرض عليك وعلي وعلى أمثالنا إنما المؤمن مفروغ منه أنه باع نفسه وماله لله أولا الصيغة صيغة الماضي إن الله اشترى من المؤمنين اشترى الجنو اشترى نفسك اشترى نفسك اشترى روحك اشترى حياتك واشترى مالك لأن بعض الناس ربما أموالهم أعز عليهم من أي شيء آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم زين اشترى من عدنا أنفسنا وأموالنا في مقابل طبعا رب العالمين لو يقضي علينا بدون ما يقدم لنا ثمن من حقي نحن مملكون الله مخلوقون مربوبون ما حد يطلب من الله شيء بعض الوقات تجد أحدهم يقول طلبت من الله الله ما أطاني ما أطاك ما أطاك يا من لا يحمد على مكروه سواه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه خبر مفرح يقول الحمد لله رب العالمين وإذا جاءه خبر محزن وبالنسبة إلى النبي معنا محزن مثلا قتل أخو الإمام علي سلام الله عليه جعفر الطيار أو مقتل جماعة من أصحابي يقول الحمد لله على كل حال لا نملك على الله شيئا الله الذي أعطانا أنفسنا وأعطانا الصحة والسلامة وأنعم علينا بمختلف النعم بعدين يجي يشتري من عندنا رب كريم الإمام الحسين في أواخر لحظات حياته يحمد الله قبل سقوطه من على الفرس يحمد الله وأيضا فاتمة الصغرى في طريقها إلى الكوفة ما الذي تقول الحمد لله زينب تقف أمام عبيد الله بن زياد يقول لها هو يمثل الله يعني مثل فرعون فرعون ما الذي قال قال عن موسى أني أخاف أن يبدل دينكم الرجال صاير محامي عن دين الله فرعون يخاف أن موسى يبدل دينهم قال كيف رأيت صنع الله بك أنتم الذين قتلتموه صنع الله وين قالت ما رأيت إلا جميلة من الله ما شفت إلا الجميل لا نملك على الله شيئا وهذه نعمة وكرامة من الله أن تبيع نفسك ومالك لله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم في مقابل شنو بأن لهم الجنة فمن أبدية في نعم لا تخطر على قلب بشر لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في مقابل أنك تعطي نفسك ومالك لله على الأقل تكون مستعدا لذلك سبعض الأفراد يقول خوة ما صار وقت الجهاد ما صار وقت الجهاد بس هل أنت في قلبك في واقعك مستعد أن تبذل مالك يهدك روحك إلا الله يوم اللي يطلب من عندك ونصرتي لكم معدة شنو معناه يعني أحد دائما مستعدين أن ننصر دين الله أن ننصر الله عز وجل اللهم انصره وانتصر به اللهم اجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا يا كريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة زين هذا الثمن وهذا المثمن شل مطلوب شل مطلوب من المؤمنين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون أنا أحيانا يجوني بعض الشباب مرحب اللي الواحد قال لي يا واش سيدنا أطلب لي شهادة قلت لأ أنا ما أطلب لك الشهادة أطلب من عندك يقتلون ثم فيما بعد اللهم وقتلا في سبيلك فوفق لنا في شهر رمضان في تلك الأيام المباركات والليالي المباركات ما الذي نطلب من الله القتل في سبيل الله فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه من بر وفوق كل عقوق عقوق حتى يقتل الرجل أحد أبويه فليس فوقه عقوق الجهاد ذروة الإسلام وسنامه سنام الجمل عادة سنام الجمل مرتفع يقول إذا أنت اعتبرت الإسلام جمل فذروة الجمل هذا سنامه ذروة الإسلام الجهاد في سبيل الله أما أن يقتل الرجل قال فكيف النبي يتكلم يا الإمام علي يوم اللي في معركة أحد جرح الإمام علي وقتل حمزة فجاء النبي عند علي يزوره وجسم كل جراحات قال يا رسول الله أرأيت كيف فاتتني أخك شهادة فاتتني يا رسول الله قال إنها من ورائك فكيف صبرك يا علي قال صبري هذا من مواقع الشكر لا من مواقع الصبر أشكر أوله فزت ورب الكعب فيقتلون ويقتلون بعدين من الضامن الله وعدا عليه في كل الرسالات السماوية ربنا عز وجل وعد الذين يجاهدون في سبيله ويقتلون وعدهم بالجنة الآن إذا فلد واحد تاجر كبير يطلب من عندك فضاعة ويقول أنا أضمن لك الثمن تاجر رجل محترم ومفروض يعمل بتعاهدة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا شوف الله الشاري أنت البايع يشتري من عندك نفسك ومالك ويعطي في مقابلة الجنة وحينما تقتل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله يقول فوز عظيم يعني رب العالمين منذ أن خلق هذه الدنيا لم ينظر إليها بنظرة عطف قط كل الدنيا أداء الله لا تساوي جناح بعوض كما في بعض الرواية لكن هنا أنا يقول وذلك هو الفوز العظيم بارح بالليل ليلة العاشرة أو قبلها حسب اعتقاد بعض الشيعة ليلة العاشرة في صلاة أربع ركعات بعد الحمد عشر مرات آية الكرسي بعد آية الكرسي عشر مرات قوله الله وأحد عشر مرات قول أعوذ برب الفلق عشر مرات قول أعوذ برب الناس يقول لي يصلي هذه الصلاة طبعا طبعما فاتت البعض إن شاء الله السنة القادمة خلوا في بالكم الله يعطي في مقابل ها مدن عشرات المدن في الجنة أنت هنا أنا تبحث لك عن فت بيت إذا بيت أم صغير يقول ما يخالف شقة كافية الله يعطيك مدن لأن عاشراء عند الله يوم عظيم يوم اللي الصفقة الحقيقية تمت بين الله وبين قربانه في الأرض الحسين قربان الله يعني رب العالمين حينما يأمر العباد بأن يقدموا قرابين في الحج وقبل يقدم يقدم منه يقدم أعز الناس عنده بعد رسوله والإمام علي والإمام الحسن وفاطم الزراء وهو الحسين كتبه قربانا منذ البداية قربان الله في أرضه إذن الدنيا سوق هاي الدنيا اللي عندنا نعيش سوق ربح فيه قوم وخسر آخرون بعض الناس رب العالمين يعطيهم فرصة وهذه الفرصة عظيمة لأن الله يريد يشتري من عنده نفسه وماله بس ما يريد الله يرحم جنة وزمهدي الشرازي رحمة الله تعالى عليه كان يقول بعض الأوقات تجيك النعمة بباب بيتك وتدق الباب عليك تفتح الباب تدفع هاي النعمة بيدك ورجلك وبراسك تدفعها متريدك الله جايف لك نعم وأعظم النعم أن تكون مستعدا لأن تقتل في سبيل الله مستعدا أن تدفع ما لك على الأقل شايف غالبا الأشخاص يوم اللي فقراء يهتمون بالفقراء يوم اللي يصرون أغنيا ما يهتمون بالفقراء لأن الثقافة عنده تتغير تتبدل الآن المحور ما لمال جمع المال بعد ما يفكر لازم يعطي الله أعطاك حتى تعطي هناك واحد ابتليه بثلاثة من أولاده قبل ما أكمل هذه القصة عندنا صديق دكتور موجود في لندن الله يعفظ الدكتور وفي عنده ولد معاق لكن معاق من النوع اللي 24 ساعة لازم يهتم به يعني بقلته عبرة الشارع يمكن يقتل كل أمور مرتبطة بي يعني أمور هذا الدكتور شغلة عملة هذا ولد فديوم قلت لأ الله يعينك لا سيدنا شو لا الله يعينه الله تفضل علي وأعطاني هذا الولاد هاي نعمة من الله أي واحد يقول له نعمة الله ما يعطينا نعمة أن أساعد هذا المخلوق هذا العبد الصالح هذا الرجال واحد ثاني ابتلي بثلاثة أولاد وكانوا ذول الثلاثة معاقين ويطعب عليهم تعب فالدلع قال يا رب أخذهم في ذلك الإنسان يحب أولاده حتى لو معاقين حتى لو مرضى يريدهم هذه فطرة في الإنسان لكن هذا الرجال من تعب قال يا رب أخذهم فشاف في المنام الله قال شوف إحنا أعطيناك عمر لهم إذا ناخذهم أول شيء ناخذك أنت أعطيناك عمر حتى تخدم هؤلاء إذن رب العالمين عند صفقة مع عباده كل ما كان مقامهم أرفع فإن عليهم أن يدفعوا من أنفسهم وأموالهم الحسين ليس فقط دفع عنه ترى الجماعة كانوا يردون الحسين يقينا وإذا كان الحسين يستسلم أو يقتل ما كان عندهم شغل بالبقية حسب الظاهر ولكن الحسين يريد يقدم ثلذات كبدة وإخوته ويا إخوة مثل العباس مثال الوفاء مثال الشهامة مثال البسالة مثال الشجاعة مثال الكرم مثال العطاء مثال المؤسات يريد يعطي حتى يؤجر يريد يعطي حتى يتأذى يعني يوم اللي تسمح أو تشوف أو الخطيب يقول أنه الإمام يوم اللي وصل إلى جثة علينا الأكبر ذب نفسه على جثته قام يبكي حينما قتل العباس بكى بكاء عالية وبدأ يكفكف دموعه وبكمه عواطف عواطف أكثر من عندنا لكن والذين آمنوا أشد حبا لله الحسين يحب إخوانه يحب أولاده يحب أصحابه لكنه يحب الله أكثر مما يحبهم زين شون رسالة الحسين لنا شوفوا رسالة الحسين ما فعله الحسين كن نموذجا مصغرا عن الحسين الحسين ما الذي فعل افعل حاول ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن عينوني بورع واشتهاد وعفة وسد حاول متقدر صمم بدون تصميم ما يصير شي أول شي لازم يصم أن تكون نموذجا للإمام الحسين قديت رسالتك للحسين أبا عبد الله لبيك نحن في خدمتك الحسين شي يقول لك يقول لما ترجع إلى بيتك أو ترجع إلى وطنك خلي وضعك مختلف عما اجيت إلى يعني يوم اللي اجيت شكل يوم اللي رجعت شكل ثاني أخلاقك صير أخلاق حسن أعمالك مواقفك عطائك تضحيتك لازم تتغير تصير نموذج من الإمام الحسين سلام الله عليه بعد الإيمان بالله من الأشياء حقيقة اللي الحسين واضح في رسالته لنا الإخلاص أن تكون مخلصا في عمل في زيارة الناحية أكو عبارة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول يقول سرا وعلانية نحن سرنا شكل علانيتنا لا سمح الله شكل ثاني بس الإمام الحسين كان يعبد الله ويطيع سرا وعلانية يعني الإمام الحسين في كربلاء أنجز بمقتله الصفقة لكن هو متفق عليها منذ البداية خلي نفسه كل لله كل لله الإخلاص في العمل شوف الإخلاص معناه ما تريد أي شيء ما عدى الله أنت حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني ما تريد غير خلص بسم الله والإخلاص ما ذكره أحدهم يقال أن ملك النزل على عابد عابد مؤمن صادق صالح يعبد الله وقال له أن الله يريد أن يعوضك عن عبادتك بشيء يريد يعطيك شيء قاله ما أريد أن قوما عبد الله رغبة في جنته فتلك عبادة التجار وإن قوما عبد الله رهبة من ناره فتلك عبادة العبيد وإن قوما وجد الله أهلا للعبادة فعبدوا أمير المؤمنين سلام الله شوف كلام يقول أنه ما ما أحد يتجر على الشكل يحشي يا رب إلهي ما عبدتك إذ عبدتك رغبة في جنتك ولا خوفا من نارك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدت هذا مقام رفيا الإخلاص في العمل جايين الملك جاي عليه الله يريد يعطيك بدل عن عبادتك قاله ما أريد الملك قال يا رب هذا ما يريد قال لم يصر لم يصر لازم يطلب شيء طبعا الله يحب أن يسأل خلوه في بالك يعني يوم اللي أنت يصير مريض ليش أحيانا رب العالمين يأذيك في جانب حتى تذكره حتى تطلب من عنده حتى تخضع عليه الدعاء بحد ذاته عباده سواء لحاجة قضية أو لم تقضى تطلب من الله الله رب العباد قال لازم إذا ما يصر إلا شيء أريد شيء أن أكون مباركا ولا يعرف أحد أنني صاحب البركة قال ما يخل صار صاحب البركة يوم اللي يمر من قرية والقرية مصابة بالجذب بالقحت بعد مدة تنزل الأمطار وهذه القرية أوضاعة تتغير تتبدل يلتقي بأحد يسلم عليه بعد مدة أوضاعة تتحسن يشوف له مريض المريض ويشفى ما حد كان يدري أن هذا هو صاحب البركة أريد تعطيني بركة وما حد يعرف أنه هو صاحب البركة حتى أنا حتى أنا هم ما أعرف هذا أخلاص حاول نحن اليوم تكلمنا في البداية عن عزة طواريج تعرفون هذا العزة تأسس قبل أكثر من مية و تقريبا قريب خمسين مية واربع واربعين شيء من القبيل بيتفرد واحد اسمه السيد صالح ابن السيد مهدي القزويني رجل من أهل الحلة وكان فقيها وشاعرا وهو الذي أسس عزاء طواريج قبل مية واربع واربعين عام العزة يستمار واستمار 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 مو فقط في كربلة مناطق ثانية يضن عدم عزة طواريج عزة طواريج يتميز بماذا يتميز عزاء طواريج بأن الشعار اللي بيه الكلام اللي بس عن الحسين بس عن الحسين والعباس وعلي بس ما كن محاولة لاستغلال هذا العزاء لقضية سياسية لقضية اجتمال لا 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 واللي جاي 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 حافي وما يريد ما أحد يعرفه ما يريد أحد يشوفه مثل ما يقال والعلم عند الله أن صاحب الأمر يشتركه في هذا العزاء ما نستبعد ممكن ما عدد دليل بس حتى الإمام الذي يشترك مو بصفته المعروفة مو بصفته إمام حدي لعل واحد من ذول اللي حفاة الأقدام ذا يركضون في العزاء هو الإمام لعله هذا الإخلاص ما لهذا السيد صنع هذا العزاء لأن الله ينمي العمل الذي أخلص المرء فيه ينمي ما كان لله ينمو الله رب يربي فالشيء اللي تعمله لله الله يربي ما عليك بالناس ليهمك منه شي يقول عنك زي فإذن من أهم دروس الإمام بعد الإيمان وقبول الصفقة مع الله عز وجل وجايه وبايع مخلص نفسه وماله وما يملك الإخلاص في العمل شنو الدروس عاش يراء المعركة انتهت في نصف نهار عصر عاش يراء كان الحسين مقتولا صلى بأصحابه صلاة الخوف فالمجموعة بسيط كانوا باقيا أول حمل قتلوا خمسين من عدن ما بقى منهم عصر عاش يراء قتل الإمام الحسين وظن بنو أمي أن كل شيء انتهى في عصر عاش يراء لكن رب العالمين نسوا قال ما نزاعكم مع بني أمي الإمام يقول هو الإمام الحسين كذبوا شنو خلافكم مع بني أمي قال قلنا صدق الله وقالوا كذب الله نحن صدقنا الله هم كذبوا الله لكن بدأت الحقيقة بعدها ظهر بعد مقتل الحسين بدأ التاريخ تغير التاريخ زين الحسين حقق أهدافه شنو جوابك إي أولى سؤال شنو أهداف الحسين شنو أهداف الحسين واحد كاتب كتاب في ذاك الكتاب يبين سبعة أهداف يقول بعض الناس يؤمنون بها الحسين قام بنهضته لأن أهل الكوفة طلبوا منه أن يأتي إليهم لأنهم لا يجتمعون مع الوالي في جمعة ولا جماعة ما عدوا إمام فيردون إمام إجاب الطريق انقلبت المعادلة عليه وإذا به يسمع من اثنين كانوا جايين من الكوفة سألهم خبر الكوفة قالوا أبو عبد الله إن شئت أخبرناك سرا وإن شئت أخبرناك أمام الجامعة قالوا ما لي من دون يهم من سر قولوا شنو أموتوا قالوا والله ما خرجنا من الكوفة إلا هو مسلم من عقيل وهاني بن عروة يجر بها ما في الأسواق انقتلوا راحة وانقلبت المعادلة كوفة مو إياك ومن قبل فرزق قال قال قلوب الناس معك وسيوفهم عليك أعوذ بالله من أن الضمير الإنسان ينفصل عن مواقف وعمل سيف في مواجهة الحسين ولكن قلبه وهي الحسين ترى واحد من ذلك تدري منه أمال ابن سعد لعنت الله عليه حينما كان واقفا والحسين يجود بنفسه وهو على الفرس فقالت له زينب أيقتلوا أبو عبد الله وأنت تنظر إليه أيها اللئيم ابن عمك دي قتله وانت الطالع وخر وجاء وسالت دموعه على عينه لعنت الله عليه وعلى دموعه وعلى من سمع منه وأطاعه شن قيمة أن يكون قلبك ويالإحسين وعملك مع يزيد الله يريد كلك كل وقتك يعني وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تمشي وأنت تتعلم وأنت تنام وأنت تستيقظ هاي كل لله كل الأله قل الله ثم ذر عملك الصالح أنت تخفيه وعلي إظهاره بس لا تبحث عن إظهار عملك يعني الإمام الحسين قتل فيك أربلا لأنه كان عين على زيارة الأربعين أو أن مئة مليون يزورون الإمام الحسين خلال العام لا بالرمال كربلا كان يبحث عن ضيط الله مو مهم عند الناس لكن رب العالمين هم يعمل بما وعد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به هاي بشارة الله يوقف لعباده الله يقف لأنبيائه الله يقف لأوليائه يقف يعطيهم قوة قدرته جبروته اللي يملك يعطيه دائماً أقول للأخوة أحرقوا خيام الحسين في كربلا وهدموا بيوته بني هاشم في المدينة يعني رجعوا الأسرة ما عدوا مكان يقعدون به صاروا ضيوف على البقية زين اليوم كم بيت عندنا لإمام الحسين في العالم خمسة ملايين بيت خمسة ملايين حسينية ما كو مكان في العالم ما في ذكر الحسين ما كو مكان في العالم ما في حسينية الآن حسينية خفية حسينية معلنة في بعض البلاد الطغاة بعدهم على مذهب بني أمية ما يحبون الحسين ولا ذكر الحسين ولا ولا ما على أسف الشديد ويوم اللي يجي محرم بداية محرم تشوف يكذبون يتجلون أمس كنت أقرأ في سايد أحد القنوات المعروفة عندكم أعرف قناة تعرفوها تسمعون أخبار من عدها بخلين حول عاشرها يبدأ كلامه بها القضية المكذوبة على رسول الله أنه جاء إلى المدينة وشاف اليهود يصومون أولا يهود كانوا بعيدين هاي المدينة اللي رسول الله فيها غير مدينة اللي كانوا يهود فيها ما كان اختلاط عدهم اليهود كانوا أثرياء أغنياء عدهم خيبر وقلاعهم وأماكنهم وتجارتهم كانوا يعتبرون ذول العرب مجموعة متوحشة بالنسبة لهم ما كانوا مختلطين بالناس شاف الناس اليهود يصومون قال لي أشتا صومون قالوا اليوم نجي الله فرعون نجي الله موسى من فرعون وانتصر موسى على فرعون أغرق قال أنا أولى بموسى فأمر بالصيام تذكر واحدة من زوجات اللي تعرفوها تقول إن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشرة شوف الجذب ما مارد يترتب يطلع غير مرتب ليش أساسا النبي إما يتعلم من أهل الجاهلية وإما يتعلم من اليهود هذا مو نبي الله أهل الجاهلية بعدين كلمة عاشرة ما عندنا في التاريخ قبل ما قتل الحسين كلمة عاشرة ما عندنا على كل حال أول شيء يجيب هذا أن ذول يفرحون لأن نبي الله موسى فرع في يوم عاشرة يطلع الجذب وراء الجذب بس يبقى الحسين حسين لا ينتهي لو مليار سنة طالبك أنت الزمان تبقى مخلصا للحسين وتشارك في شعائره وتشترك في ركزة الطواريج لو مليار سنة ما أحد يغير على أخت بالحسين لأن فلان واحد يتشذب أدري نفترض أن هذا الذي حدث فيهم عاشرة الحسين قتل فيهم عاشرة ليش أنا ما أعزي على الحسين أنا اللي أحبه اللي أحبه في الحقيقة لازم أزعل إذا أصابه مكروه عزيز عليهما عن التم النبي كان يهمه اللي يعانون من عنده عزيز عليهما عن التم بالمؤمنين رؤوفا رحيم على كل حال من دروس عاشرة مليون درس يكون درس ودرسين فيهم عاشرة كل الحياة فيها دروس العاشرة فيها أي قضية من القضايا أي مسألة من المسائل أي شيء يواجهك في حياتك أي موقف أي شيء الحسين عنده درس الحسين أقام الإسلام عمليا بمواقفه وأعماله وأخلاقه وجهاده وتضحياته وكل ما كان يملك مو بس قضية قتل كيف قتل شلون كان وضعه مع أعداءه دروس أخلاقية دروس اجتماعية دروس سياسية مختلف أنواع الدروس يعني أنا أعتقد مو أقل من مليون درس يمكن واحد يستنبط من نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه زين فإذن دروس الإمام مليون إلك درس في قلبك درس وانت تمشي درس إلك تمشي مثل ما كان الحسين يمشي إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولة تواضع لازم عندك عفو لازم عندك إذا واحد يجي اعتذر من عندك اقبل من عنده لا تقول له بعد ما أقبل من عندك يعني دروس مختلفة في مشك في أكلك في شربك في كل أمورك مليون درس للإمام الحسين لأتباعه ورسالته أكوفة مؤتمر صار في الولايات المتحدة الأمريكية ابني الكبير سيد مهدي اشترك في ذاك المؤتمر قال في ذاك المؤتمر وفي صورته موجودة في الإنترنت في يوتيوب هو قاعد وهذا القسيس أنا أقول رحمة الله عليه وقد مات العام قبل العام عفوا في الأربعين مات في يوم الأربعين هذا الرجل كان جاي إلى زيارة الإمام الحسين وماشي من النجف إلى كربلاء وفي صفحته يتكلم قال أنا قسيس شغل القسيس يتحدث عمن؟ عن السيد المسيح يوميا عندي محاضرات عن السيد المسيح لكن لم أكتشف المسيح إلا في طريقي إلى كربلاء اكتشفت الحسين اكتشفت عيسى بن مريم في الحسين يقول هذا الجماعة اللي كانوا قاعدين أغلبهم كانوا من أتباع أهل البيت قال هذا يوم اللي أخذ السماعة المايك حسب تعبيرهم قال يا جماعة أنتوا مو أكثرية البشر أنتوا أقلية لكن أقلية عد رسالة عد رسالة للآخرين ورسالتكم الحسين حسين رسالتك هو حمل راية الأنبياء هو صار راية الحسين راية أنا أحيانا يسألوني بعض الشباب شون أطلب من الإمام الحسين أقول أطلب الحسين من الحسين أطلب الحسين من الحسين يا أبا أحمد الله الله أعطاك الشجاعة أعطاك الإيمان أعطاك التقوى أعطاك التواضع أعطاك العبادة أعطاك ما أعطاك شوي يعطينا من هذه الأشياء اللي أعطاك أطلب الحسين من الحسين الحسين راية كما أن المسيحيين رفعوا راية عيسى بن مريم ودعوا الناس إلى المسيحية باسم المسيح الحسين أحمل راية أي واحد تشوفه تعرفه ما تعرفه السلام عليكم سامع عن الحسين لو ما سامع عنه إحنا عدنا في الشخصية قلت لجماعة في السويد كل يوم عشرة اطلع برة أي واحد مر عليك أخذ له تحية قدم له شربة مي وبعد يقول له ترى احنا عدنا في المسألة عدنا في قضية عدنا في دعوة حيات قتل مظلوم تكلم عن ظلامة الحسين تكلم عن شجاعة الحسين تكلم عن أخلاق الحسين تكلم عن تضحية الحسين وتكلم عن دين الحسين الحسين قربان هذا الدين إني تارك فيكم التقلين كتاب الله وعطرتي وأحدهما أكبر من الآخر كتاب الله دافع عن كتاب الله دافع عن رسول الله عن رسالة رسول الله إذن رسالة الحسين هو الحسين رسالتنا هو الحسين سلام الله عليه نلهج بذكره نتكلم عنه نقرأ عنه أنا ما أدري هل شبابنا قرأوا كتبا عن الحسين يعني واحد لازم يسأل نفسه خلال السنة الماضية قرأت فرد كتاب عن الحسين طبعا أقول لك مسبقا لو تقرأ مليون كتاب ما يوفي ما تفكر كتاب قرأته وخلاص وأقول هذا الكلام عن علم وأنا درسته وقرأته وكتبته عن الإمام الحسين لكن ماكو فهد واحد يقدر يستوعب قضية الحسين كله ما يقدر يستوعب يومي أكو فرد شي جديد هالسنة سويت فرد كو الرأس قلت لنقرأ كربلاء من جديد مو الحسين الحسين ثورة دائمة شخصية ممتدة وطول التاريخ الحسين بقى حسين ويبقى لكن اقرأوا كتبا عنه أي كتاب اللي يطلع يقرأ مو مشكلة بس لتقول فديون بس هالمقدار اللي قلت عن الإمام الحسين كافي لأن الإمام الحسين هو المقصود بقوله تعالى في السورة المباركة يا أيتها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلىهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واجه الله يا مهدين حجة الله يا الفرج الله واجه الله يا مهدين حجة الله يا مهد علي عجل اللهم خلي داو اللطم عجل اللهم خلي داو اللطم شكرا